مرحبا بكم اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم معاكم الشيف ادمون اليوم وصبتنا هي خبز السكونسك وخبز سريع وما يحتاج تخمير ولا شي وبلا خميرة نحتاج بها بس خميرة فورية تابعوني التفاصيل والمقادير رح تطلع لكم بالشاشة وان شاء الله يعجبكم مقاديرنا هي اربعة دي سي ليتر طحين متعدد اي نوع طحين لعدكم اربعة دي سي ليتر يعني اللي مايعب بالدي سي ليتر يعني اتنين من الطحين هاي ثلاثة وهذا الرابع ونحتاج مرعقتين طعام كبيرة من البيكن باودر ونحتاج الى ملعقت مصب ملعقت شاي ملح ونحتاج الى 75 رمز اسمار زلد او مارغارين ونحتاج حليب ايضا تقريبا اه اثنين دي سي ليتر او حسب الراغبة او حسب العجين ما لاتنان طحين ما لاتنان نشوف نحجة نشوف هسا بعد ما خلينا المواد الجافة نخلطهم وننسلها على مود تندمج المواد جيدة وهاي طريقة للعمل الخبز سكونسك اه طريقة سهلة وسريعة وما تحتاج وقت بس وما تحتاج فترة الخمير تتخمر نقدروا راسا نتعجدوها وستعملوها لسه راح نخلي اول دي سي ليتر من الحليب ما يحتاج تعجنوها كثير تخلط المواد كلها مالفعض تصير حزنة عجينة وهذا الفرن صار جاهز ايضا هسا بس تخلص راسا نكورها او نشتغل ونسويها طبعا هسا نستعملوها ايضا قليل من الطحين قضنا شوية قضنا قضنا العجينة قضناها شوية اشتركوا في نهاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقطعها تقريباً بيطلقهم نص سنتيم سنتيم يتكون ثخينة شوية بس إذا ما تكون مقطعها تستطيعون تستخدمون أي كوباية أو أي كاسة هذا الشكل نقطعها على سنتينة شكل داعري وهذا النرجاء نستخدم الشيئ لمنى ونستخدم المراتاني نرجنا نرجنا نقص بشكل دائم ونستخدم الشيئ لن تستخدم ونستخدم الشيئ لن تستخدم ونستخدم الشيئ لن تستخدم ونستخدم الشيئ لن تستخدم الشيئ لن تستخدم السونة لن تستخدم الباية وقليل من الحليب والله ما ندهن البيضة سوف ندهن الخبز ومالتنا مثل ما قلت لكم الفرن يكون مجهز مسبقا وتقدرون تستغنون على البيض والحليب يبدأ يطلع بها شكل لون أحمر بني تلاحظون ما أقدت وقت راح أترك ثنين بدون دهن راح نخليها بالفرن تقديمها 10 دقائق ونحن نلاحظه لشكل إذا يحتاج بها بسو نسي صار الجاه زي اللي نحن نشاهدين تلاحظون شون صار الاسكونوسك هذولا اثنين اللي ما خلينا فيهم لي ما مسحناهم بالزبت بالبيض والحليب وهذولا خلينا شمية بيض وحليف سوف نفرش خاصة للمحجنات وخبز تلاحظون شو نصار هذا بدون اي شيء وهذا مع اللي فرشنا سعطينا وعافية اذا حبيتوا الفيديو لا تنسونا باللايك وشير تشجيعنا انه سنموت يوصلكم كل جديد ان شاء الله نقدم الاحسن والاحسن طبعا هذا واحد يسويه على السريع لايحتاج لتخمير ولا مدة طويلة رح نقطع واحدة وتشوفون شون يصير من المص بس عزائي المشاهدين تلاحظون شون الخبز حش ومستويه من جوه راح نتهنها ب بغا تقدرون ندهن وتعكلون جبن او زلت وربع او حسب انتو تحبون يعني الخبز تحبين اوت الخبز نعم تحبين خبز نعم والإن في هذه الطريقة. بالجبل. ونستطيع استعمال الفلاتي فيها أي نوع من الجبل التي تحبوه. وحطينا مربع أو أي نوع مربع يصير. كثير كثير طيبة وسهلة وسريعة وأي واحد يقدر يسويها. المقادير سأكتب لكم إياها في صندوق الوصف. وأتمنى أن تجربوها وتكتبوني بالتحليقات إذا تكونون مجربها. صحتين وعافية. فحياتي مطبخ الشيف إدبون. ونشوفكم بفيديو قادم إن شاء الله ووصفة جديدة. شكرا على المتابعة.